موسيقى مقبرة إسلامية في فرانكفورت لأن أصلاً قام بعمل قبل الموضوع أن أرى أن يتعيش بقليمان خاصة في فرانكفورت قانيالي تأتي مقبرة إسلامية بقليمان خاصة نواحي فرانكفورت لكن المشكلة للنهارة ولو تقريباً 5 مليون أو 6 مليون بقليمان ما زال الإيمان تعترف طائفة دينية إسلامية السبب إذا نستضيف اليوم أستاذ السعب السماد في الموضوع وانتاتيذ الغيوش من طائفة من طائفة مضطس مدروس نحن أن أستاذ السعب السماد ونشكر لذلك الشكر اليوم أخوة مرحبا سعب السماد مرحبا سباداد شكراً من مرة أخرى خلال جهود نونتكم لأن المواضيع بحالتي ونحن نحن نحن نفسها ونحن نفسها لأننا نشكر قضية المقبرة ونحن نفسها ونحن نتواجه ونحن نتواجه ونحن نحن لإيمان نحن نتواجه شكراً لنا أنك ذكرت قضية الطائفة الدينية ومن المفتاح ونحن نحن نقاط المقبرة الإسلامية أو إحتنى نقاط أخرى مختلفة أدوا أنه دستور الألمانية أنت تنشغنا الظالمانية دولة علمانية علمانية يوجد الفصل بين المؤسسة الدينية وبين المؤسسات الدولة ولكن علمانية درجات علمانية تقوى غير المستوى اللائكية مثل فرنسا القطيع تدخل على الأقل فيما يخص الدستور ولكن علمان علمان ممكن تسمى علمانية تشاركية تشاركية يعني تم عوان ديس المؤسسة الدولة أكلم مؤسسة الدينية ما شاء تجد عدد الملفات على سبيل المثال الملفات الرئيسية إلا نشيق أولا نتنوشي البال هي ملف الخدمات الاجتماعية الخدمات الاجتماعية تفديس أرض الأطفال تفديس دور الشبب تفديس دور العجزة تفديس كل ما هو اجتماعي الدولة تصرف سنويا ما يزيد على 65 مليار أورو تشاركية المؤسسات الدينية تشاركية الخدمات الاجتماعية تفديس على عدد المستشفيات مثلا الكنيسة إليزابيت كرانكنهاوس تحيل على أن هذه المستشفيات أن المستشفيات تضفر كالكنيسة تضفر كمؤسسة يهودية ولكن لا يزال كطائفة دينية إسلامية لأن المستشفيات تقديم الخدمات بروح وخلفية دينية والشغل يتساعد مثلا للعلاج يتساعد على أنه يؤذن على أنه تحسن سن الروحية وما إلى ذلك التفديس مستشتر كذلك قضية المقابر لا أريد المقابر تحسن 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 بلادية تحسن تحسن على أن المقابر المقابر تحسن 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 يطابق من أجل الطوائم الدينية تحسن في المقابر يتساعد تحسن كليسة بلاي التحسن على طائفة اليهودية بلاي بالتحسن كلن أفضل كن المعارضة في مدينة فبارطال وفوبرتال يجتمع المساجد وفوبرتال كله في جنيش الجمعية في جمعية يتروح إلى الصراع يجنط مرتز في الكنيسة الكنيسة هو غرس المرتز المقبرة ولكن الكنيسة المرتزية مرتزية لماذا؟ لأن المسيحيين لا تقتصد من الأموال حرقا لأهل السنوان مثل المشار فالدولة المرتزية مرتزية ونحن نريد طلب متزايد ونحن نريد مجموعة الهكتارات لحوق السجنة المقبرة الإسلامية ونحن نريد الإشراف الإبسلمان ونحن نريد مبادرة كبيرة ونحن نريد مبادرة مرتزية ولكننا نريد أن نصغل المرتزية بطريقة خاصة ونحن نشرف ونشتر رسوم ونحن نريد قوانين النس ولكن الأسهل هو أنه غير للاعتراف الطائفة الدينية اعتراف الطائفة الدينية حالياً ألف طائفة إسلامية ونحن نريد قوانين نريد ان كل تمزيدة تعتبر يخفر النس على أن هل تهد دولة مستقلة إلى الخيرين ونشت ثقافة هي أخساذ اخساذ نريد التقافة تضامنياً اخساذ نموناك الأخوان الأتراك أخوان الألبانيين أخوان الوزنيين أخوان السوريين يخص مقاحدي أكثر من 20 مليون التي تعيشون هذه النقطة ونحن نريد مقابر النق هذه سنت لك العشرة في السنة وطبعا ينسلم غير أحد ينظل يخلص الوجه بالنسبة لأخير وذلك يجعل الإطار معقول ورطلبون مؤسسات ربحية وطلبون مؤسسات ربحية وإنما نقدم خدماتها والشؤال والتحدث يجعلون عن التفكير البعيد لأن المؤسسات الدينية والطائفة الدينية من المؤسسات الإسلامية الشأن الديني يجعلنا مهيك بلا يوزارة الأوقاف أو المدوبيات الإسلامية وكما قالون جميع الأسلامية أو المجالس العلمية والطريقة تشايرها مثلا ذلك سوف تخططنا والتخطيطاتات التراتيجية ولكن ما لا يمكن تخطيطه فعال الديني فهنا أريد أن يجعلنا المؤسسات المسجد ليست مبثقة ولمجالس وليست مبثقه مثلا في فرانكفورت يجب أن تنجح سوف تنجح سوف تنجح وحتى المؤسسات يجب أن يخدم إدارية الناس يجب أن نصرف صدقاتنا يجب أن نصرف الزكاة لأنه يجب أن نأسس المقابر يجب أن نجح مرة سوف ننجح يجب أن ننجح يقضل وإذا يجب أن ننجح في قراءة إجازة أربما يجب أن ننجح يجب امام وإذا يجب أن دعوا سلاح وإذا إذن الخلاصة هو أنه تأسيس المقابل الأخوة في بوبرتالس في نظر أنه ممكن حتى بغير اعتراف رسمي ممكن يعني هذه الأجل تقتل أي شيء للعمل ولكن قد عمل قام الشيء غير ستمرها وشارك عن قدريني الشروط قانوني يخصى أن نطلع يخصى المؤسسة أيها وغير ستستمر يخصى أن إنسان يزدغم ذلك في بوبرتال يخصى أنه يفعل موقع المؤسسة أيها يتحدث أنه يخصى أن نظر آخرين يخصى أن يخلص قدر وقدر وقعد الشروط وكذلك هاتي يجب التعاون هناك المؤسسات تكلف سي الموتى قد رجل عدد المؤسسات هاتي يجب التعاون ممكن أن يسعى أنه هنا لأنه معهم عند مسائله وتفيد تشجع لنا قد يجب المصلحة لأن قضية نقل جثمان إلى البلدان الأصلية ستنقص لأننا قد ننتهي أجيال، التصمي وذلك قرنة جديدة ما لا يتوفى، سوف ننظر دنيتين الزثنر، سوف ننظرها، سوف ننظرها، سوف ننظر زيارة الميات إلى خلية، تغيير زمان، تغيير زمان، تغيير قوت، وكش العائلة النسطر، ونسقها، ومسألة، والأرض أرض الله، والأرض على الله، سوف ننظر السحراء، كل جمال يموت، كل جمال يمضل، إلا يخسر القواعد الدينية والطقس والعادة والثقافة والناغ، يجب أن نعيش وندافع، وممكن أن نتناول بإذن الله تعالى، ونحن نعود أن نكون مرخصاً جيداً، نحن نعود إلكانيات، ممكن أن تكون سؤالاً، نعم، أستعد سمد المفهوم للمشاهدة، لأنني أرى الأخوة في بوبرتال، يجب أن نظر السعب، كيف ينظر المرحلة، لأن القوانون في فرانكفورت، لا ننظر إليها، سوف تحقيق بلادية، فلنظر السعب، لا تحقيق بلادية، سوف تحقيق بلادية، الصعوبة له، هو أن المؤسسة الإسلامية تحدى الآن، تحصل المؤسسة للشخ للعاة كطائفة دينية، مثلنا في طائفة دينية كمعانبتين يقولون من قناة كباشافة فهو نحن نفتح الأمور ربما أكثر ولكن كما يتصل إن حالة الطائفة فإن أخرى أن الإمكانيات تم تقوم بمعنى أكثر ولكن ليس للخلق الناس فإن أقلق من الأطول وإن أساس مؤسسات ممكن أن نعود ممكن أن نعوض غيرها إذا لم تستخدم غرص الجانب التقني يعني يوجد مؤسسة أجل سنهتئة وغرص وغرص الشق السياسي بل يجب أن يكون مرافعة سياسية يعني يجب أن يكون مؤسسة الإسلامية يجب أن نساولك السياسيين فإنه يجب أن تحتاج أعلم تحتاج أكثر حم ثمورة تحتاج أكيد أكيد أخذ بالدم يجب أن يكون الدفاع لأنه مجرد ويجب أن يكون الأولى تجد أن يكون شيئاً خاصة يمسلم إلا أن تسمى التيارات المتطرفة وحول العرق العمالي الأخير ولذلك يجب أن يكون مرافقة سياسية ويجب أن يكون مؤسسة العرق لا يريد أن تسمع ويجب أن يكون عرق في حقيقة لم يمسلمها لأن تستطيع الألمانيا ترى أن يكون مستوى نعم 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 أخوة 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 القوانين بطريقة مستقلة نجمع جنسيات مختلفة مثل الألبانيين، الأكراد، الأفارقة، عربية، تركيين، أليمانيين ولكن عندما نطلق الذين يساولون المواطنة الألمانية لأنه ينطلق صور لا يعيش المسؤولين، تقوم بطاقة المسؤولين نطلق ناطق رسمي المجلس التنسيقية ويصبح تركيين أو المراضية للمانيين فتقوم بحقوقها وأترى إلى الجولة سواء الجهويين أو المركزين ينطلق نقاطه على خلمة على قضية المقابر الإسلامية على قصد قضية العداء الإسلامي لأن يطرح الطوة يطرح الشكل الخطير يطرح اعتداءات في مساجد شبه يومية وملفات أخرى تعلق بالاعتراف في الطائفة الدينية إذن سؤالنا يجب علينا الوعي ويجب علينا التجرد في إتخاذ القرارات التي نتخذها التاليتين ويجب علينا التدبر حساً سبراً نعم، سامد انشكاريش جزيلة الشكر خلقها وانتتي التوضيحات والمعلومات نتمنى الإخوان إلا غيظة في الإيمان تيفي تستفدن، تستسنن، يعني الموضوع أو البداية المقابر أو المقبرة إسلامية دبليمان خاصة أو دبليمان يكمر أو خاصة بنواعي فرانكفورت إستساعد سامد نشكاريش جزيلة الشكر أيضا ما يريد أن تكون قناة الإيمان تيفي تركيا نغد استدابة الغارة لأستاذ اليزيلة عبد السامد أمين عن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا الإيمان تيفي روسلسايد ترجمة نانسي قنقر